أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة حلقتنا النهاردة حلقة مميزة وحلقة مختلفة هنتكلم فيها عن الغيبوبة وهنعرف يعني إيه غيبوبة وهنعرف أسبابها وطرق الوقاية ومضعفتها طبعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الدوخة واتكلمنا عن الإغماء وطبعا بما إننا اتكلمنا عن الدوخة والإغماء فلازم نتكلم عن الغيبوبة ونعرف الفرق ما بينهم في بعض الأحيان بنلاقي ناس كتير جدا بتدخل في غيبوبة سواء طويلة المدى أو قصرة المدى وما بنعرفش إزاي مثلا نتصرف معاهم وما بنعرفش إزاي تشخيص الغيبوبة ده يعني حال هو في غيبوبة وبعض الأحيان بيكون في تشخيصات يعني ممكن تكون خاطئة تمام ممكن تخلي الواحد يدخل في حالة وفاة طبعا هنعرف الحاجات دي كلها وأكتر مع الدكتور المتميز المحترم جدا اللي أنا طبعا ببقى سعيد بوجودي معه الدكتور خالد الزهيري لأن حلقاته دايما بتكون مميزة وبتكون مختلفة الدكتور خالد أحلى حاجة في حلقات الدكتور خالد إن حلقات بتكون متربطة مع بعضها بنتكلم في أشياء كتير جدا يعني طبية همة وبتفيد كل الناس زيك يا دكتور عمي سلمك زيك أستاذ أحمد أكبر حضرتك يا الله يبارك فيك طبعا أنا باب أسعيد وحضرتك معي طبعا أنا لي الشرف والله وسعيد جدا الموجود يا مع حضرتك أستاذ وفي البداية طبعا حابب أن أنا أهن حضرتك يعني بالتخصص أكيد أكيد الحمد لله يا ربنا علينا مبروك يا دكتور ربنا يبارك فيك ويحفزك أستاذ أحمد يا رب والله ويحقق كل أحلامك إن شاء الله بإذن الله ربنا يبارك فيك يا دكتور وندخل بقى في موضوع حلقتنا فضل يا باش اللي هو الغيبوبة طبعا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الإغماء والدخ تمام والنهاردة عايزين بقى نعرف إيه هي الغيبوبة وإيه الفرق ما بينها وما بين الإغماء والدخ يعني أو الإغماء تحديدة تمام أول حاجة هنعرف الغيبوبة الغيبوبة يعني تعريفها في البداية وبكل بساطة حالة عميقة من الفقدان الكامل للوعي والمريض في هذه الحالة لا يستطيع الاستجابة لأي مؤثر خارجي أو أي مؤثر تحفيزي قوي أو ببساطة أشد حالة من فقدان الوعي يعني عدم كامل الوعي مع عدم الكلام وعدم الحركة وعدم القدرة على فتح العين ده تعريف الغيبوبة بشكل مبسط وشكل كامل إنما الإغماء هو فقدان كامل للوعي ولكن له شروط أول حاجة يكون مؤقت ويكون عابر ومفاجئ ليس له أي مقدمات وبيكون دايما نتيجة لنقص كمية الدم الواصل لوعية الدموية المخية تمام ده كل الفرق بين الدخة والإغماء والغيبوبة يعني باختصار شديد جدا أن الإغماء دي حالة مؤقتة حالة مؤقتة ويكون عابر ومفاجئ أما الغيبوبة اتكلمنا عن الأسباب بتاعته المرأة اللي فاتت والأنواع والإغماء المتكرر والإغماء غير المتكرر ووضحنا كل الأسباب والأنواع اللي مرأة اللي فاتت أما الغيبوبة فهي ما بتبقاش مؤقتة ربما المدة بتبقى طويلة تمام طيب بما أن احنا تكلمنا في أسباب الإغماء عندما حضرتك قلت واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عادينا يا رب برضو إيه هي أسباب الغيبوبة؟ يعني إيه السبب اللي بيخلي الواحد مثلا تجيله الغيبوبة دي؟ بصوا الغيبوبة لها سببين كبار وتقسم تحتهم أسباب كتير يعني في الموضوع ده أول حاجة أسباب متعلقة بالمخ لوجود خلل أو تلف في المخ ودي بيكون غيبوبة تسمى غيبوبة مع وجود علامات مميزة علامات جانبية مميزة للمخ زي مثلا واحد اتعرض لحدثة أو اتخبط في رأسه يحصل معه نزيف أو يحصل مثلا ابتجاج في المخ أو يحصل جرح شديد في الرأس فيحصل معه سحجات في المخ فيدخل المريض في غيبوب لو مريض مثلا عنده التهاب حمى الالتهاب البكتيري السحائي في المخ أو التهاب المخ الفيروسي ده بيدخل في غيبوبة برده لو مريض عنده ورم في المخ ده من ضمن الأسباب اللي تدخل في الغيبوبة في بعض أنواع الغيبوبة قد تكون متعلقة بالأوعية الدموية المخية بسبب خلف الأوعية الدموية المخية زي مثلا مريض بيحصل عنده تجمع دموي أو بيحصل عنده جلطة في المخ أو مريض بيحصل عنده ارتفاع شديد ومفاجئ في ضغط الدم زي ما تكلمنا قبل كده في حالة الضغط ويحصل عنده انفجار في الأوعية الدموية المخية فيدخل في نزيف المخ أو مثلا مريض عنده خلل في كهرباء المخ زي ما بيكون موجود مع مرضى السرع أو خلل في كهرباء المخ دي الأسباب المتعلقة بالمخ أسباب الغيبوبة المتعلقة بالمخ وتسمى الغيبوبة مع وجود علامات جانبية مميزة للمخ فيه طبعا أسباب خارج المخ خالص ومتكون بسبب المخ بس بعد كده بتأثر على المخ وتسمى الغيبوبة التي ليس معها علامات جانبية مميزة للمخ تمام زي مثلا ناخد أول حاجة التسمم وخصوصا التسمم بالأدوية زي الأسبيرين بيحصل معها غيبوبة وارتفاع شديد في درج الحرارة وقابلية للنزيف وقيء مستمر وفرط التهوية التنفسية مع وجود غيبوب مثلا التسمم بالكحول بيكون له رائحة مويزة من الفم وبيكون فيه احمرار واحتقان في الوجه واحمرار واحتقان في ملتحمة العين ولو حللنا عين الدم بيلاقي فيها كمية كحول كتير مثلا التسمم ببعض المهدئات بيحصل معها فشل في الجهاز التنفسي نتيجة لتصبيت الجهاز التنفسي أو بيحصل فيها فشل في الجهاز الدوري ولو حللنا كمية الدم برضو بنلاقي فيه نسبة المهدئات عالية في الدم لو التسمم بمدة الأتروبين بيكون فيه ارتفاع شديد في درجة الحرارة بيكون فيه زيادة في ضربات القلب بيكون فيه جفاف واحمرار واحتقان في الوجه بيكون فيه اتساع في حضقة العين ودي حاجة مويزة جدا التسمم مثلا بمادة المورفين تمام ده بيكون فيها ضعف في ضربات القلب وهبوط في درجة الحرارة وفشل في الجهاز التنفسي برضو تمام عندك بقى التسمم بأول أكسيد الكربون ده بيكون ليه علامة مويزة جدا إن هو التسمم بأول أكسيد الكربون بيكون لون الجلد أحمر وداكن زي الكريز الأحمر بالزبط فيه طبعا لسه أسباب كتير متعلقة غير التسمم فيه أسباب متعلقة بالخلل في التمثيل الغذائي زي مثلا فشل الأعضاء الفشل الكابدي يؤدي للغيبوبة الكبدية والفشل الكلوي يؤدي للغيبوبة الكلوية فشل الجهاز التنفسي يؤدي للغيبوبة التنفسية هو حضرتك ذكرت أسباب كتير عاوز أوضحهم على السريع ونتكلم فيهم أنا بقى حابب حضرتك توضح يعني حضرتك ذكرت أسباب كتير وواضح كده أن الأسباب كتيرة لسه فعايزك تتكلم في أهم الأسباب يعني إيه هي أهم الأسباب اللي بتكون منتشرة يعني اللي أنتم بتشوفوها بيبقى مثلا الواحد عنده غيبوبة بسبب السبب ده أهم الأسباب طبعا الغيبوبة اللي بتيجي مع المريض اللي بيكون حصل ليه ضرر في المخ يعني لو تعرض لحادث أو كان عنده نزيف أو عنده جلطة أو تورم أو خلل في كهرباء المخ دي أكتر الأسباب شيوعا يعني بيكون معها علامات مويزة للمخ بس أنا حبيب أوضح بيتي الأسباب على السريع المجمل عشان بس نوضح للسيد المشاهدين الأسباب كاملة وكده زي ما تكلمنا فشل الأعضاء فيها أسباب متعلقة بالغدد الصماء والهرمونات الخلل في الغدد النخامية أو التراب الغدد النخامية أو نقص إفراز الغدد النخامية يؤدي للغيبوبة أو الانهيار وزيادة الإفراز وخمول الغدد الدركية والانهيار في الغدد الدركية يؤدي للغيبوب فيه مرض يصيب الغدد فوق الكلوية يسمى الأدسون ساعات بيحصل فيه انهيار ويحصل معاه الغيبوب البنكرياس طبعا هو مسؤول عن تنظيم الانسولين والسكر وكده بيكون معه غيبوبات السكر المرتفع أحيانا وغيبوبات السكر المنقف فيه الغيبوبة المتعلقة بالمعادن والاختلال المعادن والحمودية والقاعدية في جسم الإنسان زيادة أو نقص البوتاسيوم تؤدي إلى غيبوبة زيادة أو نقص السوديوم تؤدي إلى غيبوبة الزيادة الشديدة في الكالسيوم تؤدي إلى غيبوبة الحامودية الشديدة والقاعدية الشديدة في الدم تؤدي إلى غيبوبة برده فيه الغيبوبة الجينية دي بيكون فيها خلل في الميت كونديريا في الدي النية وده حالة نادرة جدا يعني بيحصل معها غيبوبة برده في غيبوبة بتيجي الناس المدمنين الكحلات والناس اللي بيكون عندهم نقص في فيتامين بي واحد اللي هو الصيامين يحصل معهم الغيبوبة وكده فيه آخر ثلاث حاجات الغيبوبة الفيزيئية دي بتكون نتيجة السكتة الحرارية أو الصاقة الحرارية أو الهبوط في درجة الحرارة فيه الغيبوبة القلبية ودي برضو مشهورة جدا لما يحصل توقف في عضلة القلب أو يحصل اختلال في كهرباء القلب فيه الغيبوبة اللي بتجيب بسبب العدوى زي التهاب حمى للتهاب البكتيري السحائي أو الملاريا التي تصيب المخ وكده تمام يا دكتور طبعا حضرتك قلت أسباب كتيرة جدا ولكن انت كده ممكن يعني ايه تخلي السادة المشاهدين يعني يبقى فيه تداخل في المعلومات لا احنا متكلم في الحلقة دي لا احنا متكلم الحلقة دي على الغيبوبة بواجهة عامة تمام الأسباب الأقصر شيوعا زي ما حضرتك قلت الحوادث تمام والتسمم الحوادث وغيبوبات الكبد وفشل الأعضاء والحاجات دي تمام وخصوصا المرض المزمين لو دلوقتي الغيبوبة حضرتك قلت لي قبل الهواء ان فيه غيبوبة ممكن تيجيب ايه بحمة تمام هي نفس الأسباب ولا الأسباب بعض الأسباب زي التسمم بالأسبرين والأتروبين يعمل غيبوبة مرتفع في درجة الحرارة الغيبوبة الكبدية أو غيبوبة السكر المرتفع وخصوصا الغيبوبة السكر الكيتونية اللي بيكون فيها ارتفاع الأجسام الكوتونية في الدم والأسيتون في البول والحمضية الشديدة في الدم فيها النزيف الجسري في المخ أو انهيار الغدة الدراكية أو الانهيار اللي بيحصل مع مرض أديسون المرض اللي يصيب الغدة فوق الكلوية في بعض المضاعفات بتيجي نتيجة لوجود المريض بتاع المريض الغيبوبة في العناية المركزة يحصل عنده التهاب رئو شديد فيحصل معاها ارتفاع في درجة الحرارة دي غيبوبة مع موجود حرارة يعني طب يا دكتور عايزيني أعرف من حضرتك برضو يعني إيه اللي بيتحكم في الوعي إيه أكتر شيء بيتحكم في الوعي في جسم الإنسان وهو اللي بيخليه يفقد مثلا التوازن ويحصل له الغيبوبة دي في حاجتين أسستين هم اللي حكموا في العي الإنسان أول حاجة كشرة دماغية مخية سليمة تمام ونظام تفعيل شبكي سليم إيه وظيفة الكشرة المخية الدماغية السليمة دي تستقبل الرسائل والإشارات والنبضات والمحفزات من نظام التفعيل الشبكي السليم ده طب نظام التفعيل الشبكي ده إيه نظامه أو هو عبارة عن إيه ده عبارة عن نواة متناهية في الصغر توجد في منطقة جزع الدماغ في المخ وظيفته أنه هو يستقبل رسائل ويبعث إشارات ومحفزات بيبعث الرسائل لكشرة الدماغ المخية السليمة والمحفزات وبيستقبل الدافع التحفيزي من طريق رسائل تحمل إشارات حسية تأتي إليه من جميع الأشياء المحيطة بيه فإزاي الإنسان بيفقد الوعي إذا حدث خلل في الكشرة الدماغية المخية السليمة دي مش هتستقبل الرسائل من نظام التفعيل الشبك فبالتالي الإنسان هيدخل في غيبه إذا حدث خلل أو تلف في نظام التفعيل الشبك فبالتالي مش هيستقبل الرسائل الدافع التحفيزي أو مش هيبعث رسائل ولا إشارات ولا نبضات لكشرة الدماغ المخية السليمة فبالتالي الإنسان هيدخل في غيبه طيب الواحد دخل في غيبوبة تمام وببعض الأحيان بيكون فيه لابس إذا كان الشخص ده عنده غيبوبة أو إذا كان الشخص ده توفاه الله تمام فعايز حضرتك تقول لي إزاي بيتم تحديد نسبة الوعي عند الشخص ده هل هو لسه عنده وعد كيف يتم تحديد درجة وعي لمرض الغيبوبة يعني الشخص ده ممكن في بعض الناس ممكن يقولك هو توفى ويكون لسه حي تمام فإزاي بيتم التحديد بص احنا بنعتمد في تحديد درجة الوعي ده على نظام ومقياس متعدد الدرجات يسمى من قياس جلاسكو للغيبوبة ده بيعتمد على تلات أشياء أساسية كل واحد منهم له درجات معينة بيعتمد أول حاجة على القدرة على فتح العين ودي بتاخد أربع درجات الاستجابة اللفظية ودي بتاخد خمس درجات الاستجابة الحركية ودي بتاخد ست درجات فلما تحسبهم كلهم ستة واربعة عشرة وخمسة يبقى خمستاشر دي درجة الوعي الكاملة للإنسان الطبيعي تمام هناخد واحدة واحدة بالتفصيل بقى القدرة على فتح العين لو هو بيقدر يفتح عينه لوحده ياخد أربعة من أربعة لو هو بيفتح عينه استجابة للكلام بتقول له افتح عينه كيف افتح عينه ياخد تلاتة من أربعة لو بيفتح عينه استجابة للألم لو أنت مثلا ضغطت عليه يفتح عينه ده بياخد اتنين من أربعة لو مش بيفتح عينه بياخد واحد من أربعة وده أقل تقدير أو أقل درجة وعي له ندخل في الاستجابة اللفظية لو هو كلام مرتب ومهتدي ومنصق وسليم ده بياخد خمسة من خمسة لو كلام مشوش بياخد أربعة من خمسة لو هو كلامه بيقول كلمات لكن مش بيعرف يرتب جملة على بعضها ده بياخد ثلاثة من خمسة بيقول أصوات لكن كلام مش مفهوم بياخد اتنين من خمسة لو مش بيصدر أي أصوات خالص بياخد واحد من خمسة الاستجابة الحركية لو هو بينفذ الأمر الصدر إليه لو قلت له مثلا ارفع إيدك يرفع إيده نزل إيدك ينزل إيده ارفع رجلك وهكذا بينفذ الأمر الصدر إليه لا بياخد 6 من 6 لو هو بينفذ الأمر بيقدر يحد الألم ده بياخد 5 من 6 لو بيبعد الألم عن نفسه بياخد 4 من 6 لو هو بينساني مع الألم بياخد 3 من 6 لو بيتمدد مع الألم بياخد 2 من 6 لو ما فيش أي استجابة خالص بياخد 1 من 6 فإذا الإنسان اللي هو في كومة عميقة خالص بياخد ثلاثة يعني الميت بياخد إيه؟ ثلاثة واللي في كومة عميقة خالص بياخد ثلاثة بقى يعني بيتم التحديد حسب استجابة المريض يعني المريض اللي هو في غايبوبة ده حسب الاستجابة بتاعته ممكن نضرب مثلاً عشان يتم التوضيح للسد المشاهدين أكثر جاء لمريض المستشفى وهو فقد الوعي فأنا عملت الكدرة على فتح العين لقيته مثلاً بيفتع عين واستجابة للكلام كده ياخد كام؟ ثلاثة من أربعة لقيته مثلاً أنه هو كلام مشوش بياخد أربعة من خمسة لقيت أنه هو بيقدر يحدد الألم بياخد خمسة من ستة هنحسب الدرجات دي ونقول درجة الوعي كام من خمستاشر بخصوص أن حد جالك تمام؟ عايزين بقى نعرف التشخيص يعني إزاي بيتم التشخيص؟ يعني بغض النظر عن درجات الوعي اللي احنا كلمنا فيها هي دي التشخيص؟ لا لا دي اللي بيتحدد درجة الوعي وبيتمي بها متابعة المريض عشان نقول لأهله لما يسأله بيبقى فيه معادل الزيار والله النهاردة عمل كذا يعني أنا أقصد بيعتمد عليها في التشخيص؟ طبعاً في التشخيص والمتابعة أول حاجة بتتعامل لمريض الغيبوبة طبعاً بعدما تطمن على التنفس وعلى المجرى التنفس وعلى الرئة وعلى القلب وعلى المخ والعصاب والعين والأنف والأذن كل الأعضاء بتاعته بنعمله تحت الدرجة الوعي أهم حاجة طبعاً وبيتم كل يوم يأتعمله تحت الدرجة الوعي عشان نشوفه باستغيبه ولا لا بيتم به المتابعة والتشخيص وطبعاً احنا بنشخص إزاي بقى؟ أول حاجة فيه حاجة اسمها تاريخ مرضي أهل عيان جابوه الطوارئ أو المستشفى لأ بيقوله احنا شفناه كده فجأة أغم عليه تشك على طول أن فيه نزيف ده ممكن لو فجأة كده يبقى نزيف لو قال بالتدريج أنا هدخل في غيبوب دخل بالتدريج يبقى ده ممكن يكون ورم أو تجمع ده مبسيط يعني هو اللي عمل له كده هنسأل هو تخبط تعرض لحادث أو أي حاجة من الحاجات دي بيحصل مع الإغماء ده هل هو الغيبوبة دي بيحصل مع تشان نجات أو كيء مستمر ممكن يكون فيه خلل في كهرباء المخ زي صارع مثلاً أو ورم ضغط على الأماكن دي بيعمل مع تشان نجات بنسأل هو بياخد أدوية ولا لا بنسأل هو تعرض لحرارة عالية ولا لا عشان ما يكونش سكتة حرارية أو صاكة حرارية أو حرارة منخفضة ولا لا برد تمام ده التاريخ المرضي بعد كده بيبقى فيه حاجة اسمها الفحص العام وبنبدأ بالمعلومات للعلامات الحيوية اللي هي الحرارة بنقيس الحرارة طبعاً احنا قلنا الأسباب الحمى اللي بيكون معهرتفع في درجة الحرارة قلنا الأسباب اللي احنا تكلمنا عليها في الأول لو الحرارة عالية هنشوف الأسباب اللي احنا تكلمنا فيها لو الحرارة نزلة شوية هدخل مع حضرتك في الفحصات ولكن حبيب أسألك يعني حاجة قبل يعني حضرتك قلت دلوقتي إن الشخص ممكن يجيله مثلاً يدخل في غيبوب مفاجأة تمام؟ نتيجة مثلاً نزيف أو أي شيء آيان كي نزيف طيب لو حد بقى دلوقتي حد معاه أو حد شافه دخل في غيبوب مفاجأة هو يتصرف إزاي عشان ما يضرش الشخص ده ويحاول بقدر المشتطاع يبقى أنقذ ما يمكن إنقاذه أول حاجة يعني لو أنت شفت مريض أغمى عليه قدامك في الشارع أو مثلاً عمل حدثة ومغمى عليه لازم أول حاجة نثبت رئابته مع الفك ونعمل أن نفتح مجرى التنفس عشان كل ما المريض بيغمى عليه طبعاً أنت عارف أن المريض لما يغمى عليه الإنسان لما بينام عضلات جسم كلها بتتمدد فاللسان ده من ضمن عضلات الجسم فيبدأ اللسان يتمدد للخلف فيبدأ في المجرى الهواء فده يقول لك إده فلان ده بلع لسانه فهي ده المفهوم لبلع اللسان يعني فلازم يتم فتح مجرى الهواء بطريقة كويسة جداً وطبعاً لازم يتوجه على أقرب مستشفى في الحال لأن المريض موجود كده ودخل في إغماء مفاجئ فيه حاجة في المخ ضروري فلازم يعمل أشعة مقطعية وشعرانين مغناطيسي وفحوصات كتير يعني هم يفتحوا مجرى التنفس ده أول حاجة ويطلبوا الإسعار ما يفضلوش مثلاً إيه يحاولوا أنهم يحرق أو يرهقوا اللي وقع في غيبوبة عشان ما يضرهوه كل دقيقة بتفرق مع العيان طيب حضرتك برضو اتكلمت أن الأول في الأسباب قلت أن فيه أسباب بتبقى نتيجة حادث أو أشياء كتير أو تسمم أو حاجات كتير كده لما حضرتك ذكرتها طيب دلوقتي لو مريض دخل في غيبوبة مفاجأة تمام دون من غير حادث يعني وغير تسمم ومن غير أي شيء إيه العلامات اللي بتدل أن المريض ده يعني حالته بتسوق أكتر وأكتر ما هذا كنت هتكلم فيه وإحنا بنشخص الحالة على حسب التشخيص قلت هنبدأ بالعلامات الحيوية اللي هي الحرارة وبعد كده لو هنشوف الحرارة هنشوف لو هي عالية هنشوف الأسباب اللي بتخلي درجة الحرارة عالية مع الغيبوبة لو هي منخفضة يبقى ده تسمم بالمورفين أو خمول في الغضة الدركية هنشوف النبض لو هو سريع يبقى تسمم أطوبين أو انهيار في الغضة الدركية لو النبض بطيء يبقى ده خمول في الغضة الدركية أو تسمم بالمورفين برضو هنشوف الضغط لا هو أنا أقصد لو هو أساساً ما فيش تسمم ولا فيه حادث ولا فيه أي شيء تمام العلامات بقى اللي بتدل إن المريض ده حالته بتسوق هو فيه غيبوبة تسمى الغيبوبة التي يكون معها علامات جانبية للمخ والعلامات الجانبية دي أنا أوضحها لما كنت أوضح الفحوصات دي ولكن طالما جبتنا لها بسرعة ما فيش مشكلة تمام العلامات الجانبية طبعاً هابص على العين لقيت العين في حضقة العين مش متساوي على الناحيتين أو فيه أحد العينين رايحين رايحة على جنب شوي ده يبقى كده فيه مشكلة في المخ أو علامة جانبية تدل على وجود دي علامة جانبية تدل على وجود خلل في المخ يعني هابص على شكل الوجه عموب لو جنبين مش متساويين هشوف الحركة اختبر الحركة لو فيه ضعف أو شلل في أحد جوانب الجسم جميع يبقى دي فيه مشكلة برضو في المخ هشوف القوة والردود الأفعال اللي نكاسية التي تدل على قدرة وكفاءة العصاب والعدلات كل دي حاجات تدل أن فيه خلل مفاجئ حصل في المخ وكذا تمام طبعا دكتور تكلمنا على الفحوصات يعني الفحوصات انت حضرتك مستعجل على الفحوصات أنا كنت عادة تكلم على التشخيص بس حضرتك مش عاطيني الفرصة الكاملة إن أنا أقول التشخيص كله ده مفيد جدا الفرصة مع حضرتك يا رشا وطبعا إحنا النهاردة يعني أحب إن إحنا نستفاد من علم حضرتك مريض يدخل في غيبوبة مرة واحدة وتيجي تقسي الضغط تلاقي الضغط عالي جدا يبقى حصل انفجار في العواية الدموية المخية وحصل نزيف تيجي تقسي الضغط تلاقيه واطيب أكيدا انهيار اللي بيحصل مع مرض أديسون وكذا تشوف معدل التنفس لو هو سريع وعميق يبقى دي غيبوبة سكر كيتونية تمام غيبوبة سكر مرتفع كيتونية أو فشل كلو هنشوف معدل التنفس بطيئي بتسمع الفكرة يا دكتور مش حتة إن أنا مش مديك الفرصة زي ما حضرتك بتقول هو حتة إن فيه وقت بيحكمنا تمام فأنا بحاول أستفيد بأكتر قدر ممكن ما هو كل المعلومات دي مفيدة جدا الفحوصات بقى يعني إحنا طبعا الوقت أوشك على الانتهاء فعايزين إيه نعرف مع حضرتك الفحوصات الفحوصات أول حاجة هنعملها هنعمل أشعة مقطعية على المخ وهنعمل أشعة رنين مغناطيسي وطبعا عشان إحنا في كورونا اليومين دول لازم بيتعامل للمريض أشعة مقطعية على الصدر وتعليل كورونا كاملة طبعا بتعامل صورة دم كاملة وتعامل سكر عشوائي وتحليل وظيف كبد ووظيف كلا وتحليل غزات في الدم وتحليل إنزيمات قلب وتعامل صوديام وبوتاسيام وتعامل هرمونات وتحليل سموم وتحليل عدوى ونشوف البول هل فيه أسيتون هل فيه جولوكوس هل فيه ألبيومين ممكن نرجع لتحليل السائل المخ دي كلها ضمن الفحوصات اللي بتعامل لمريض الغيبوب طب إيه المضاعفات؟ المضاعفات بتيجي المريض بتسبب طول الأعدة في العناية المركزة أشهرهم وأهمهم هو الالتهاب الرئوي تمام؟ أو مثلا الإصابة بكراح الفراش بسبب طول الأعدة برض أو يدخل في متلازمة تسمى الدي آي سي مرض التجلط المتعدد وده بيكون فيه نزيف أحيانا وتجلطات أحيانا دي أكتر مضاعفات اللي بتصيب المريض أثناء الغيبوبة وهو في العناية المركزة يعني تمام طب فيه طرق معينة للحفاظ على المريض في الغيبوبة أثناء الغيبوبة؟ ولا لا؟ بس قبل ما سألك السؤال ده فيه سؤال برضو يعني مهم جدا ممكن الناس كتير تسألوا اللي بيدخل في غيبوبة بنسمع أن حد دخل في غيبوبة سنين وسنين هل ده حقيقي بيفوق منها بعد الفترة دي كلها ولا لا؟ وإنتي قولي الناس ديت إيه؟ وتبشرهم مثلا تقول لهم إيه؟ ولا تنصحهم تقول لهم إيه؟ يعني مع حضرتك الكاميرا؟ بس يعني حاول قدر المستطاع سريعا لأنه صدر أنا عملة تقول إيه؟ الوقت 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 خلاص هو فيه فعلا حالات معينة ممكن تدخل في غيبوبة وتستمر لفترات طويلة جدا يعني ودي بتكون أشهرها بسبب اضطراب في وظيف المخ والأشياء الحسية والحركية اللي في المخ وكده سواء كان البرينستيم اللي هو جزع الدماغ أو ما يشابه الأشياء اللي بتحفظ على وعي الإنسان وكده يعني فيه ناس كتير بتدخل في غيبوبات وفيه ناس طبعا في أمريكا والأماكن دي من كتر طول ما هم في الغيبوبة والعناية بيهم بيبقوا زهق وخلاص فبيسمى عندهم حاجة اسمها موت الرحمة فيبدو أن هم أيه يقتلوا لكن فيه ناس بيدخلوا في غيبوبة ويستمروا أوقات طويلة وبعد كده يفوقوا في أسي يعني حضرتك حبيب تقول أن تبشر اللي عنده حالة زي كده وتقول له لا ما تيأسي وخصوصا طبعا يعني أنت عندك الحوادث الحوادث والتعرض للنزيف أو الجلطات وكده ممكن يدخل في غيبوبة أو الورم وكده برضو فبيستمر فترة طويلة في العناية ولكن أنت بتقول سنوات طويلة فدي حاجات برضو بتاخد وقت بس مش تتصل إلى سنوات طيب يا دكتور آخر كلمة لحضرتك أو آخر نصيحة هتكون إيه؟ بالنسبة لغيبوبة يعني لو هتنصح مثلا حد مثلا أنه يتعامل مع حالة في الغيبوبة أو طريقة معينة للوقاية زي ما نسألت لحضرتك فبتلك هتكون إيه؟ أول حاجة هنصح لإنسان شاف واحد في غيبوبة يتعامل معه أنه يحافظ على مجرى التنفس أهم شيء وبعد كده يغضل المكان المناسب لعمل الفحصات اللازمة وتأكيد التشخيص دي أهم نصيحة هنصح لإنسان شاف حد في غيبوبة تمام يا دكتور طبعا أنا بشكر حضرتك جدا ربنا يبارك وحضرتك شرفتني منورت البرنامج ودائما منوره وطبعا إحنا دايما بيجمعنا حلقات كتير متميزة وطبعا أنا حابب برضو أنوه أنه طبعا الدكتور المفروض كان هيبقى معايا الأسبوع الجاي ولكن طبعا الظروف عنده إن شاء الله هيبقى معايا الأسبوع اللي بعد الجاي إن شاء الله ومن الأسبوع الجاي هيبدأ البرنامج برضو هيبقى معايا ضيف جديد جدا ضيف متميز أستاذ حسام حكيم أستاذ حسام الحكيم صاحب شركة حكيم فرم الأدوية وهيكون معايا إن شاء الله من الأسبوع الجاي وإن شاء الله تبقى حلقات متميزة لكل اللي بيهتم بالأدوية سواء مستحضرات التجميل أو مكملات غذائية أو أدوية عادية وطبعا أنا حاسة الدكتور عايزة يقول حاجة أنا بس عاوز أوضح أن أنا مش جاي عشان عندي فرح بنت أخت الغالية إن شاء الله يعني وقبلكم جميعا وقبلكم لكل اللي لسه ما تجوزوشوا كده وبقابلك للأستاذ عوض محمد غانم والأم محمد أخت الكبيرة والأستاذ ناهد عوض غانم والأستاذ وحد فروق على فرحم وربنا يتمم بخير إن شاء الله بأشكرك جدا يا دكتور وشرفتنا ونورتني عزائي المشاهدين طبعا أنا سعيد جدا أن كنت معاكم وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم وفي اختام الحلقة أنا حابق أشكر الأستاذ أمل النجار المصممة المتميزة جدا على تصميمها وتعبها معايا وحابق برضو أن أنا أشكر الأستاذ رضا مختار على دعمه واهتمامه وتصميمه الدائم المصمم المتميز وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم وإن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة من برنامج حلم حياة